السلام عليكم بسعدواتكم وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بهذا الفيديو بدنا نستعرض نتائج كاملة لمحترفين السوريين بالدوريات المختلفة فأنا بيتمنى منكم دائما تابعوا الفيديو للأخير تدعموا باللايك حتى تصبحوا بظهوروا لجميع المهتمين بهذا المحتوى وشكرا لكم أهلا وسهلا فيكم من جديد بداية بالموضوع الأهم واللاعب الأبرز والأهم اللاعب عمر السومة عمر السومة مع فريد الأهلي بآخر مباراة أمام نادي القادسية عم يخسر نادي الأهلي بنتيجة 3-1 عم يستمر نادي الأهلي بهدر الفرص اللي عم تكون أمامه من خلال سقوط المنافس بباشر الهلال بالمباريات السابقة وأيضا نادي الهلال بآخر مباراة عم يتعادل أمام نادي الباطن بنتيجة هدفين لكل فريق وبعتذر عن الغياب اللي كان بآخر الفترة عدم رفع الفيديوهات والأخبار لقراتنا السورية والأخبار اللاعبين السوريين إن شاء الله عدنا حنستمر بتغطية الأخبار بقادم الأيام وبعد هذا الفيديو حيكون في عنا فيديو مخصص عن المنتخب السوري وعن نبيل معلول لهيك أنا بتمنى منكم تتأكدوا من الضغط على زر الجرس واختيار كلمة الكل حتى يصلكوا للإشعار مباشرة بداية حسب الأخبار عم تكون من موقع كرة الرسمي طبعا موقع غني عن التعريف عم يأكد عن وجود عدم اتفاق حاليا بين الأهلي وعمر السومة بالنسبة لتجديد العقد وعن العلم في بعض الأخبار ومن بعض المواقع السعودية الرياضية أكدت عن وجود اتفاق بين عمر السومة وإدارة نادي الأهلي لتجديد العقد لمدة 3 سنوات لكن بآخر خبر نزل عبر موقع كرة عم يأكد وجود تأخير من إدارة نادي الأهلي لتجديد العقد لللاعب عمر السومة وذكر موقع كرة وقال أكد المصدر أن عمر السومة اجتمع بالإدارة بعد مباراة القادسية مضيفا أن اللاعب عبر عن استيائه من موقف الإدارة حول موضوع تجديد العقد لأنه أدى إلى زيادة الشائعات حول هذا الموضوع وتابع طالب عمر السومة إدارة نادي الأهلي بالوضوح حول موضوع التجديد لأنه لم يفكر بأي عرض آخر من خارج إدارة نادي الأهلي لتاريخ هذا اليوم احتراما للنادي وقال عمر السومة أنه سيبدأ في النظر للعروض المقدمة له خلال اليومين المقبلين في حال عدم تقديم أي عرض من إدارة نادي الأهلي خلال هاي الفترة وأكد المصدر عبر موقع كرة الإدارة تحركت مباشرة بعد الاجتماع مع عمر السومة وهناك رغبة جادة في تجديد العقد للأسف ما يكون في عنا استقرار حول هذا الموضوع عم نلاحظ أن إدارة نادي الأهلي عم تتأخر بتجديد العقد لللاعب عمر السومة ومن حق أي لاعب البحث عن أي نادي تاني في حال تأخير إدارة النادي بتجديد العقد تتنى كل التوفيق إن شاء الله لللاعب والعقيد عمر السومة في حال التجديد أو الخروج من نادي الأهلي بس بتوقع أنه سيكون في عنا اتفاق مساء اليوم أو بعد يومين بتجديد العقد لللاعب عمر السومة نتقل للخبر الثاني وخبر الهام اللي عم يكون عنا بهذا الفيديو ومستمري بملفات تجديد العقد لللاعبين السوريين للنجوم منتخبنا السوري الأول عمر السومة وعمر خريبين عمر خريبين كلياتنا منعرف أن إدارة نادي الهيلار قررت الاستقناء عن خدمات اللاعب وعدم تجديد العقد بعد انتهاء عقده خلال هذه الفترة طبعا فترة انتقالات الشتوية حسب موقع كورا أيضا ذكر بعدة أخبار حتلاقون مصادر بالوصفة اللي بحب يتأكد من هذه الأخبار أنه نادي الشباب عم يحاول ضم اللاعب خلال فترة انتقالات الحالية وأيضا عن وجود أحد العروض من دور الإماراتي خصيصا نادي الوحدة اللي عم يحاول أيضا استفادي من خدمات اللاعب عمر خريبين للانتقال للدور الإماراتي واللاعب سابقا كان فيه عنده مشاركة بالدور الإماراتي بقميص نادي الظفرة خلال عام 2016 وبعد الانتقال لنادي الهلال بتوقع ملف موضوع عمر خريبين انتهى مع نادي الهلال خلال هذه الفترة وأي لاعب رياضي وأي نجم كرة بيكون فيه عنده بداية بقميص أي نادي وطبعا بيكون فيه عندنا أيضا نهاي نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لللاعب عمر خريبين بقادم الأيام وإن شاء الله العودة الأفضل لتجديد الأهداف والمشاركة الأساسية بجميع المباريات بقميص ناديه الجديد والجديد بالذكر أنه عمر اللاعب عمر خريبين 26 عام يعني لسه المستقبل أمام اللاعب بكتير من التجارب الاحترافية إن شاء الله بالانتقال لأخبار اللاعب السوري محمود المواس بالتجربة الاحترافية ناعم تكون مع نادي بوتوتشاني بالدوري الروماني طبعا اللاعب محمود المواس كان موجود بسوريا خلال فترة عياد الميلاد أو خلال العطلية اللي كانت ببداية العام وعندنا العودة من خلال الصور نعمل شاهدها على الشاشة أمامكم العودة لدولة رومانيا طبعا للمشاركة مع نادي بوتوتشاني بمباريات الدوري نادي بوتوتشاني بالمركز الثامن من خلال 15 مباراة برصيده 12 نقطة والمباراة القادمة حتكون لنادي بوتوتشاني يوم الخميس 14 الشهر خلال الأسبوع 16 من دوري الروماني أمام نادي أرغيس طبعا الساعة 5 في توقيت دمشق وإن شاء الله حنكون معكم ببث من خلال صفحتنا على الفيسبوك نبراس بورد تلاقوا الرابط بالوصف في اللي بحب يتابع الصفحة أيضا عبر منصة الفيسبوك نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لللاعب حمود المواس بقميص نادي بوتوتشاني طبعا كان في عنده عدة مشاركات مع النادي خلال مباريات الدوري نتمنى يكون في عنا افتتاح للسجل التهديف بقميص نادي بوتوتشاني محمود المواس من أحد أفضل اللاعبين السوري الموجودين المحترفين واللاعب إن شاء الله بيمتلك عقل احترافي من خلال انتقاله لأوروبا وإن شاء الله بتكون بوابي للانتقال لأحد الأندي الأفضل طبعا بالدورة الرومانية أو أحد الأندي موجودين بأوروبا للمشاركة بالبطولات الأوروبية لأن اللاعب بأوروبا بيعطي طاقة إيجابية لأي لاعب يكون في عنده احتراف خارجي وهذا الشيء بيسمح له مثل ما ذكرت بالانتقال لأحد الأندي أو المشاركات الخارجية ومن بعدها بيكون في عنا فرص الانتقال للدوريات الأفضل محمود المواس بيحترمه جدا على هذا القرار والابتعاد عن الدوريات العربية والانتقال لأوروبا بالانتقال للدورة العراق الشقيق طبعا اللاعبين السوريين شايد الحمي بقميص نادي النجاف وزاهر ميداني بقميص نادي الزوراء نادي النجاف مساء اليوم كان في عنده مباراة أمام نادي الكرخ خلال مباريات المؤجلة لأسبوع السادس من دوري العراقي وانتهت هاي المباراة بفوز نادي النجاف في نتيجة 2-1 أما المباراة الأخيرة يلي كانت بالأسبوع 13 من دوري العراقي أمام نادي الكهرباء وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق أما المباراة القادمة لنادي النجاف ستكون يوم السبت 16 شهر ساعة وحدة بتوقيت دمشق أمام نادي نفط البصرعة بتبنى كل التوفيق إن شاء الله لللاعب شايد الحمي طبعا شايد الحمي سجل هدفين بقميص نادي النجاف خلال هذا الموسم أما بالنسبة لمبارايات نادي الزوراء طبعا وجود اللاعب زاهر ميداني بقميص هذا النادي الكبير أيضا المباراة القادمة حتكون ب16 شهر يوم السبت في الساعة الواحدة متما ذكرت أمام نادي نفط الوسط المباراة الأخيرة عم تكون ب6 شهر نادي الزوراء أمام نادي الديوانية وانتهى هذا اللقاء بفوز نادي الزوراء بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشعي بالنسبة لترتيب الاندي عمنا بالصدارة النفط الوسط ب13 مباراة ب27 نقطة أما بالمركز الثاني قوة الجوية طبعا من أحد أقوى الاندي في العراق أيضا ب13 مباراة ب25 نقطة نادي الزوراء عم يكون بالمركز الرابع ب22 نقطة أما نادي النجاف بالمركز السابع ب20 نقطة وبالانتقال بالخبر الأخير خبر المزعج صراحة لجميع جماهير الكرة السورية لللاعب محمد عثمان بقميص نادي الخريطيات نادي الخريطيات بآخر مباراة أمام نادي قطر عم يتعرض لخسارة ب3 أهداف مقابل هداف محمد عثمان شارك بهذه المباراة طبعا ونادي الخريطيات يعتبر من أحد الاندي اللي سقطوا للدرجة الأولى خلال هذا الموسم صراحة لأنه هو آخر ترتيب بجدول الدوري القطري لهذا الموسم ب6 نقاط محمد عثمان يمتلك هدفي بقميص نادي الخريطيات المباراة القادمة ستكون نادي الخريطيات أمام نادي السيلية يوم الغد ساعة 6 إلى 4 بتوقيت دمشق نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للاعب محمد عثمان إن شاء الله بيكون في عنا انتقال مع نهاية هذا الموسم لأي نادي تاني بالدورة القطرية وأنا بتمناه صراحة تاني تواجد بالدورة السعودي للمحترفين نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لجميع اللاعبين السوريين المحترفين بتمنى منكم بشاركونا رأيكم حول هاي الأخبار ضمن قسم التعليقات وشكرا لكم اشتركوا في القناة